وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ربي يسر واعن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضليم يوسف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الشيخ أنا عندي سؤال بالنسبة حق المشاكل التي تحدثت لي بالنسبة حق نطق التكبير والفاتحة عندي مشكلة بس بعض الحروف ففعليا أنا إذا تكلمت مثلا الأيام العادية مع الناس بعض الحين تحدثت لي بعض الخربطت بعض الحروف من الراء وهين فأنا أتوقع أنها هي مشكلة أنا ما أتوقع أنها وسوسة ولكن أنا أحس أنها بصرت لمرحية الوسوسة فأنا في هل حالة هل أتحامل مع نسي كشخص موسوس بحيث أن أنا أتجاوز أي خطأ وما أعيده ما أكرره حتى لو قدرت مثلا عقب مرة مرتين أني أنا أعدل النطق يعني أصلا أخت أم يوسف أصلا عندك مشكلة في بعض الحروف أصلا أو لما تجي mentoring و να تصلين بعض الأحيان نعم بعض الأحيان في الحقيقة نعم لا في الأصل في الأصل لا عندك مشكلة لا في الأصل في بعض الأحيان عندي تكون مشكلة فعلا طيب ممكن أطلب منك يطلب قولي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. اللهم بارك. وين المشكلة؟ عندك وساوس أنت على حافة الوساوس لكن إن شاء الله بإذن الله الله ينجيك ويبعدك عن الوساوس. تسمعين الجواب عندك سؤال ثاني؟ بس أن أبي عرف حل أنا أشين إذا خربط أو حفت بالخربطة حتى أقدر بالإحساس الخربطة هل أن أنا أعيدها؟ أبشر يوم يوسف بالنسبة حق السؤال الثاني أنا كانت عندي يعني بعض الأحيان مثلا الآن في الشغل المدير تابعنا يقول لنا أنا مش شرطة أننا نداوم مثلا دون كامل فهل هذا علي أنا؟ هل هذا علي أنا؟ يعني اسم؟ إذا يعني تبع تعليمات يعني مثلا إذا داومي أنا من الساعة ثمانة إلى الساعة ثلاثة وأداوم مثلا من الساعة ثلاثة ثلاثة بحسب لهو تعليمات لأنني يعني عادي أتأخر هل علي اسم أنا أو لا؟ إن شاء الله. أبشر يوميوس مرحبا مرحبا أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك في علمك يا شيخ مرحبا أختي آمين علي من اليمن عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا حياك الله عندي خمسة سهلة يا شيخ تفضلي علي السؤال الأول ما حكم التسبيح بالنسبة طيب السؤال الثاني أيوة استعجل يا علي يا شيخ منتكية شكوك شركية سبعت والإحساس هل هو من عمل الشيطان شكوك شركية أيوة هل هو من عمل الشيطان وهل يقبل العمل أم يبطل إن شاء الله ثالث ثالث هل إذا دخل المسجد الواحد وهو في وقت النهي هل يصلي ركعتين أم يجلس إن شاء الله سؤال الرابع التوب النجس إذا لمسي التوب الطاهر هل ينجسه أه سؤال الخامس والأخير ما صحت هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام نسبح الله نية تسبيحة كتب له ألف حسنة وفطت عنه ألف سيئة إن شاء الله نشكو رجوعه يا عبد العاد من عبد السلام عليكم السلام أحمد الله طيب أكتفي بهذا القدر الأخت أم يوسف من قطر بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندها مشاكل في النطق في التكبير والفاتحة بعض الحروف تخربط فيها وشيء من هذا القبيل تسأل تقول يعني إذا أنا مثلا قرأت القرآن أو كبرت في الصلاة مثلا وحصل لي هذه الحالة هل أرجع يعني أعيد من جديد ولا أستمر أختي أم يوسف بارك الله فيك وحفظك وأبعد عنك شر الشيطان وشرك الشيطان وتوهين الشيطان أختي الفاضلة بارك الله فيك أنا استنطقتك قبل قليل بالتكبير وبالبسمة لا اللهم بارك ما عندك أي مشكلة ويعني فيما يظهر والله أعلم أن الشيطان يحاول أن يفسد عليك العمل يحاول أن يحزنك يحاول أن لأن فيما يظهر والله أعلم أنك أنت أحزنت الشيطان بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل ولذلك أختي الفاضلة لا تلتفتين لمثل هذا الوسواس ولا ترجعين إلى الوراء حينما تقبلين على العبادة والطاعة أنت ما عندك أي مشكلة ما عندك أي مشكلة وإذا كبرت قلت الله أكبر لا تعيدين فإذا عدت التكبير أطعت الشيطان ودخلت الآن في يعني مسارب ضيقة وهذا الذي يريده الشيطان قل الله أكبر سواء خربت أو ما خربت استمر لأن هذا سيحزن الشيطان ويخسئ الشيطان بإذن الله جل وآله كذلك القراءة استمر فيها استمر إذا قرأت وبدأ لك بأنك خربطت ببعض الحروف لا ترجعين لمثل هذا أبدا لأنه واضح أن الشيطان شم قلبك وشاف أن الأخت أم يوسف عندها التركيز على مثل الأحرف وكذا يمكن جاك في الوضوء ما استفاد جاك في الصلاة ما استفاد جاك في النجاسة والطهارة ما استفاد الحروف وجد عندك وجد عندك رغبة والتفات وتركيز وشيء من هذا القبيل فالآن قاعد يشتغل عليك قاعد يشتغل عليك يبي يدخل من هذا الباب فإذا دخل من هذا الباب صدقين يعني تدخلين في أمور ربما نسأل الله العافية والسلامة كأحوال بعض الموسوسين يعني ما يصلون يصلي صلاة يعني ويعيد وكذا فأنت يا أخت الفاضلة أنت على خير إذا كبرت وقلت الله أكبر وبدأت بالقراءة وجاءت مثل هذا الأمر التفتي يسار إلى اليسار بهذه الطريقة واتفلي عن يسارك ثلاث مرات قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ونضي في صلاتك وخذيها قاعدة إذا رجعت أنت على خطر إذا رجعت تكبرين من جديد تقول لا خلنا عيد التكبير ها أنت الآن دخلت في عالم آخر دخلت والشيطان يريد أن فعلا يدمر عليك صلاتك يدمر عليك عبادتك يلبس عليك دينك إذا عدت في الصلاة في القراءة أيضا نفس الشيء لأنه ما عندك مشكلة أنت أنت أصلا ما عندك مشكلة وربما الشيطان يحاول أن يعقد لسانك أحيانا على حرف أو شيء والواقع أنه ما عندك إلا العافية ما عندك شيء فاحرصي يا أم يوسف الله يرضى عليك أنك تستمرين لأن إصرارك وعزيمتك بهذا سبحان الله تجعل الشيطان ينهزم أمامك ويولي عنك ولا يعود مرة ثانية أسأل الله تعالى أن يحفظك ويحفظ الجميع أم يوسف تقول يعني عندنا المدير في العمل قال لنا يعني بالنسبة للدوام لا الدوام دوام كامل تقول الأصل دوامنا من ثمانة إلى ثلاثة تقول يعني لو دومت أنا من تسعة إلى ثلاثة علي شيء لا ما عليك شيء لأن صاحب الصلاحية اللي هو المدير هو الذي أذن لكم بذلك والمدير هذا ما أتى بهذا من عندي نفسه وإنما أكيد عنده تعليمات من الوزارة تعليمات من الجهة العليا على أن يخف في الدوام مثلا يعني مثلا خمس ساعات أو أربع ساعات فمدام أن المدير أعطاكم فرصة على التأخر مدة ساعة أو أن الدوام يكون في الفترة هذه في حدود هذه وهو يملك الصلاحية ما عليك شيء لو دومت من تسعة إلى ثلاثة ما عليك شيء ولله الحمد والمن أم محمد من رأس الخيمة تقول كيف تحيي النفسة والحائض ليالي عشر العشر الأخير من رمضان أم محمد أولا أشكرك على هذا السؤال لأن السؤال مهم جدا ذلك أن أغلب النساء نساء المسلمين اللاء يحضن أو يكون في فترة نفاس ستركنا العبادة والطاعة فيعتقدنا بأن ما دام أن الصلاة والصيام لا يصحاني منها تترك الدعاء وتترك ذكر الله وتترك كذا وهذا غلط يا أخواتي ولذلك المرأة والمرأة النفسة والمرأة الحائض ينبغي عليهم أن يستثمرنا شهر رمضان وعلى وجه الخصوص العشر الأخير من رمضان بالطاعة والعبادة والتقرب إلى الله المرأة الحائض والنفسة ممنوعة يا إخواني ويا أخواتي من شيئين فقط بالإجماع ومن شيء واحد بالراجع من أقوال أهل العلم الأمر الممنوع من الصلاة يحرم على المرأة الحائض أن تصل في رمضان وغير رمضان والثاني يحرم على المرأة الحائض أن تصوم في رمضان وفي غير رمضان طبعا لكن ما تصوم في رمضان وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بالنسبة لقراءة القرآن هل المرأة الحائض والنفسة ممنوعة من قراءة القرآن قولان لأهل العلم القول الأول قالوا نعم المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن والقول الثاني قالوا ليس بين أيدينا أو ليس عندنا دليل يمنع من قراءة المرأة للقرآن وهذا هو الراجح أن المرأة الحائض والنفسة لها أن تقرأ القرآن ولها أن تكمل ختمتها ولله الحمد هي ممنوعة من مس المصحف صحيح بالاتفاق ممنوعة من مس المصحف لكن قراءة القرآن غير ممنوعة من قراءة القرآن ولكن تقرأ بحائل يعني تضع قفاز مثلا تقلب الأوراق بمصطرة بمسواك بشيء أو تخلي بنتها الصغيرة أو ابنها الصغير يقلب لها المصحف مثلا أو من الجوال المحمول مثلا تقرأ طيب الدعاء تدعو تدعو الله عز وجل تدعو الله عز وجل في هذه الليالي يعني الدعاء ليس مرتبط بالطهارة ولذلك الله عز وجل من فضله وتيسيره على العباد أنه شرع الدعاء والذكر ولم يشترط لهم الطهارة والنبي عليه الصلاة والله ما اشترط الطهارة للذكر والدعاء فتدعو الله عز وجل هذه ليالي زاكيات ليالي طيبات ليالي الناس يلتمسون فيها ليلة القدر ولذلك نصيحة لأخواتي وبناتي وأمهاتي ممن يعني يمررنا بهذه الحالة من الحيض أو النفاس يستثمرنا هذه الليالي بالطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل صحيح يمتنعنا عن الصلاة ما تصلي في الليل لأنها حائض أو نفسة لكن تدعو الله وتذكر الله عز وجل وتنظر في المصحف أيضا وتكثر من العبادة وتكثر من الطاعة له الذكر والدعاء الدعاء والذكر بارك الله في الجميع علي من اليمن بارك الله فيه سأل يقول ما حكم التسبيح بالمسبحة علي بارك الله فيك بالنسبة للتسبيح بالمسبحة فيه خلاف بين العلماء من أهل العلم جعله من البداء قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله مع وجود المقتضي والداعي والدافع ومع ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أرشد إلى التسبيح بالأصابع بالأصابع وجاء في حديث لا بعث بإسناده بأنهن مستنطقات يوم القيامة والقول الثاني قالوا لا حرج بالتسبيح بالمسبحة إذا كان الإنسان مخلصا لله يبتغي الأجر من الله ويريد أن يضبط عدد تسبيحاته ولا يبتغي من السبحة الرياء والسمعة يقول للناس شوفوا يعني كأن يظهر السبحة للناس وكأن يقول للناس شوفوني أنا أسبح قالوا ما في بأس وذكروا آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسبحون بالنوى وذكروا عن بعض أمهات المؤمنين أن خيطا عندها كان فيه عقد تسبح به ولذلك فيما يظهر للأمر واسع فإذا كان الإنسان يستطيع أن يضبط تسبيحاته بأصابعه وبأنامله فهذا أفضل وأكمل وأحسن لماذا؟ لأن مستنطقات يوم القيامة تشهد لك عند الله سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان يصعب عليه ذلك ويحتاج إلى ضبط عدد التسبيحات مثلا ويرى بأن السبحة ممكن أنها تؤدي الغرض فلا حرج بشرط أن لا يكون هناك رياء مثلا أو يعني إظهارها أمام الناس ويجعلها مثلا علامة له لأن بعض الناس الأسف تجد يعلق السبحة في عنقه وهذا لا شك بأنه رياء والعياذ بالله تجد بعض الناس الآن ما يسبح إلا إذا اجتمع بالناس وإذا كان لوحده ما يسبح وهذا غلط هذا واضح أن رياء أما أن يسبح لله عز وجل بضبط هذه التسبيحات فالذي يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك مع أن الأكمل كما ذكرت والأفضل التسبيح بالأصابع علي من اليمن يسأل يقول إذا كان الشخص لديه أعمال أو عفوا لديه شكوك شركية هل هذه الأعمال والعبادات التي يعبد الله عز وجل فيها يعني تتأثر وتبطل علي بارك الله فيك أولا لا بد أن نعلم يا إخواني و يا أخواتي أن الشيطان عدو لنا والذي أخبرنا بذلك من الذي خلق الشيطان و خلق الإنسان هو الله جل وعلا قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدو و قال جل وعلا أفتتخذونه و ذريته أولياء من دوني و هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا و لذلك الشيطان عدو للإنسان ثانيا الشيطان توعد منذ الأزل بأنه سيغوي بني آدم توعد قال ولأغوينهم أجمعين و لذلك ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة كيف أن الشيطان يأتي ابن آدم فمنها يأتيه بالتزيين و إذ زين لهم الشيطان أعماله يأتيهم بالوسوسة فوسوس لهم الشيطان فوسوس إليهم الشيطان منها أنه أحيانا يقسم لهم كما أقسم لآدم و حوة و قاسمهما إني لكم لمن الناصحين أيضا يدلي بغرور فدلاهما بغرور أيضا البث الوهن و الضعف في نفوس الناس أيضا التقنيط هذه وسائل كثيرة و طرق عديدة ذكرها الله عز وجل عن الشيطان يستخدمها ضد بني آدم واضح؟ المسألة الثالثة الشيطان إذا رأى في الإنسان إيمان و نشاط و قوة في الطاعة و العبادة أتاه مثل ما ذكرت قبل قليل في جوابي على الأخت أم يوسف فإذا شاف الإنسان يترقى في الطاعة و في العبادة و يتقرب إلى الله عز وجل يأتي منها يأتيه لأن الشيطان ماذا يفعل بالبيوت بالقلوب الخريبة الشيطان يأتي إلى القلوب العامرة يأتي إلى القلوب العامرة و لذلك كما قال ابن مسعود لما قيل بأن الجنس الفلاني من غير المسلمين لا يوسوسون في صلاتهم قال ماذا يفعل الشيطان بالبيوت الخريبة القلوب الخريبة و شيفعل فيها يأتي إلى القلوب العامرة ليخربها و لذلك تجد سبحان الله أغلب الوسواس هذا وين يأتي عند الصالحين عند أهل الطاعة و العبادة فيستغربون يقولون كيف يعني يأتينا و نحن الحمد لله نذكر الله و كذا و كذا معتقدين بأنهم سيسلمون من الشيطان ما سلم هذا الصحابة رضي الله عنهم و لذلك الصحابة رضي الله عنهم جاءهم الشيطان فألقى في قلوبهم مثل هذه الشكوك فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله و الله إن أحدنا لا يتمنى أن يتردى من جبل يعني يرمي نفسه من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر ما استطاعوا حتى يخبرون النبي عليه الصلاة و السلام بهذا الأمر قالوا يعني يتمنى لو نسقط من جبل على أن لا نتكلم في هذا الأمر فالنبي عليه الصلاة و السلام ماذا قال لهم فهم عليه الصلاة و السلام ما يريدون قوله فماذا قال عليه الصلاة و السلام قال أوجدتم ذلك قالوا نعم يا رسول قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس لماذا لأن القلب لفض هذا الوسواس مثل علي الآن القلب لفض النفس ما قبلت هذه الوساوس رفضتها و انزعجت المشكلة وين لما يطمئن الإنسان إلى هذه الوساوس الشركية ولما يسترسل معها و يتتبع تفاصيلها هذه المشكلة هذا دلالة على أن قلبه مريض أما القلب الذي يرفض هذه الوساوس القلب الذي ينزعج من هذه الوساوس هذا قلب عامر بالإيمان بإذن الله و لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك محظو الإيمان ذاك محظو الإيمان و جاء في لفض ذاك الصريح الإيمان صريح الإيمان ثم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس طيب و لذلك يا علي بارك الله فيك بالنسبة لهذه الشكوك هذه وساوس و خواطر و واردات لا تؤثر على العمل الصالح متى تؤثر على العمل الصالح إذا تكلم الإنسان بها أو عمل بمقتضاها إذا تكلم الإنسان بهذه الوساوس أو عمل بمقتضاها بطل عمل أما أنه يرفض هذه وينزعج ويستعيد بالله تعالى منها ما تضره شيء طيب ما هو العمل الذي يقوم به الإنسان الذي تسلط عليه الشيطان بهذه الوساوس وأرسل هذه الجنود من الوساوس هم جنود ضعفة ينهزمون أمام قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الله العظيم هذه الجملة المليئة بالتوحيد والتعلق بالله عز وجل تفتت هؤلاء الشياطين فلذلك يقول جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون قل جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله فأول خطوة يقول للإنسان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خطوة ثانية أن يدفل عن يساله هذا وإن ورد في الصلاة وإن ورد في الصلاة إلا أن كثير من أهل العلم قالوا أيضا خارج الصلاة لأن في الصلاة مثل هذا النفس أشد يعني هو أصلا الصلاة فيها شغل ولذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفث المصلي في الصلاة مع أنه في شغل وذلك لوجود مثل هذا الطارئ وهذه الحالة له في الصلاة في خارج الصلاة أو لا المسألة الثالثة يقول آمنت بالله ويستقيم يعني يذهب إلى صلاة يذهب إلى قراءة القرآن يذهب إلى شغله يذهب إلى عمله الأمر الرابع يقرأ قوله الله أحد يقرأ قول الله عز وجل قوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المسألة الأخيرة ما يعطي هذا الوسواس اهتمام وإنما ينصرف عنه وينشغل عنه ويلهو عنه يلهو عنه وهذا كله سيجعل الشيطان ينهزم ويندحر ويولي لا يلوي على شيء بإذن الله بارك الله فيك يا علي تفضلي مع عبد الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ السؤال الأول تلام هي حتى مطلع الفجر ماذا مطلع الفجر يا شيخ؟ هل هو بأدان الفجر أم هو مع شروق الشمس؟ إن شاء الله هذا السؤال الأول السؤال الثاني تعقيب على كلامك يا شيخ يعني أنا مثلا نكون نشتغل تمام على طاعتنا والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم يجيني يا شيخ أي شيء يعني أحد يجي يكلمني يعني يصير في غيبة يصير في يعني يعني حس في كده ذنب فهل هذا برضه من الشيطان ومن مصوصة الشيطان يا شيخ؟ يعني أنت اغتبتي حقيقة يا عبد الله ولا ما اغتبتي؟ لا أنا ما اغتبت بس يعني أحد يجي مثلا يكلمني يقول لي شبتي فلانة سوت كذا ايه؟ فسمعت أنا سمعت شايف يا شيخ يعني شيء نقص العبادة حقتي فهل هذا من وسوء الشيطان يا شيخ؟ ولا بالفعل من النفس نسأل الله العفو والعافية يا شيخ إن شاء الله الله خلي السؤال الثالث يا شيخ لو امرأة أرادت أنه هي نوت على الذهاب إلى العمر في الصباح يا شيخ جاتها الدورة فهل تكتب عمرتها؟ بس هي لسه ما اعتمرت هي داخل عشان تختسل وثم تعتمر طيب هي لسه ما اعتمرت ولا بثي نيتها ينحتوي عمره فهذه يا شيخ تكتب لها هذه العمره؟ إن شاء الله جزاك الله خير يا شيخ مرحبا أختي شاذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلاك شيخ من شامس صحة وعافية وسلامة الله مرحبا الله شيخ يعني لديت صلاة الجمعة يعني أنا أصليها ذي بيت ها أربع لكاعة بس أصلي نافلة الجمعة يعني لك أتيت بعد يعني الصلاة الراتبة يعني جائز له من عندي آن يعني أنا دائما أسويها هي شي هل تصلينا الجمعة في البيت؟ أنا صلي أربع لكاعة يعني صلاة ظهر زين زين أنا أصلي نافلة الجمعة يعني أنا صور ركعتين نافلة الجمعة يعني بعد الراتبة إن شاء الله يعني أنا أصليها ستة وبالنسبة لي يعني أنا من أصلي شيخ يعني أنا سابقا سابقا مش نتأدن أو يعني أسوي أقامة بس بعدين يعني بصليت ما أصوي أقامة ولا هاي رأسا أبدي أبدي يعني من تكبيرة الإحرام وأبدي أصلي يعني هاي صلاة صحيحة؟ إن شاء الله نعم و السؤال الثالث شيخنا يعني يعني صارت أكو مجموعة ويانا إحنا أربع بنات يعني نساء أربعة رجل يروح عمري في مكتب يمني يعني حسيته أحنا تقريبا سجلنا وحندفع فلوس حسيت من كلامي من بيحتي يعني أكو كذب أكو يعني عدم صدق وعدم أمانة يعني فأنا تحبت مش طابة إثني تحبت نفسي من أندي موقت ثمين ويا من النساء اللي على ساسي روحون إحنا كنين بطنة يقولون يعني يحسون يعني أنه الله سبحانه وتعالى ما يحبنا إحنا على ثمين وما دعاكم البيتة وما أعزمكم البيتة وما أعرف شنو بس أنا يعني حسيت هذا يعني أكو كذب يعني حسيت الكلام أكو كذب معاكم محرم ولا من دون محرم لا شيخنا ولا من دون محرم يعني هو قال نحن مجموعة نساء حضر وحق وهاي يعني إحنا تقريبا عشرة بس ويعنا بنفس المنطقة أربعة ومعنا أكو يعني واضح يا شهد أبشر إن شاء الله مرحب هل تحرح يعني شيخنا هذا الكلام شاء الله لا يحب يعني المقول أهلا وسهلا مرحب أختي أهلا وسهلا طيب علي من اليمن بارك الله فيه في سؤاله الثالث يقول الشخص إذا دخل المسجد في وقت نهي هل يصلي ركعتين أم يجلس علي بارك الله فيك بالنسبة لمن دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كان في وقت نهي أو في وقت جواز وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من أهل العلم انذهب إلى أن هذا خاص في أوقات الجواز أما أوقات النهي فلا والظاهر بأن القول الثاني هو الراجح أن هذا يشمل وقت الجواز ووقت النهي وقت الجواز ووقت النهي لأن هذه هاتين ركعتين من ذوات الأسباب من ذوات الأسباب فيصليهم الإنسان إذا دخل المسجد يعني بعض العلم استثناء أوقات النهي الشديدة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند قيام قائمة ظهيرة قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة وأن يدفن فيها الموت يعني في هذه الأوقات الثلاثة والأوقات الثلاثة هذه الوقت فيها قصير جدا يعني ما يستغرق دقائق ولذلك يحتاط الإنسان عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائمة ظهيرة أما بعد الصبح مثلا أما بعد العصر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين علي من اليمن بارك الله يسأل يقول بالنسبة للثوب النجس إذا لامس الثوب الطاهر هل يتنجس علي بارك الله فيك بالنسبة للثوب النجس إذا كانت النجاسة جافة ولامس هذا الثوب ثوبا آخر فلا تنتقل النجاسة إلى الثوب الآخر وذلك للقاعدة الفقهية التي يذكرها بعض الفقهاء أن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف أما إذا كان الثوب النجس النجاسة فيه رطبة وانتقلت إلى ثوب آخر وانتقلت الرطوبة إلى الثوب الآخر لا شك بأنها بأن النجاسة قد انتقلت والثوب لا ينجس كله وإنما البقعة التي وقعت عليها النجاسة تغسل ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس يأتون إلى الثياب الجديدة النظيفة فيغسلونها لوجود نجاسة قليلة جدا في طرف الثوب لا وإنما تغسل النجاسة هذه فقط ولا يغسل الثوب كله وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حينما سألته المرأة قالت بأن ثوبها يصيبه دم الحيض قال تقرصه بالماء ثم تنضحه أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني تقرص المكان والقرص هو أن تضع النجاسة بين أضفريها هكذا هذا المعنى هذا المعنى وتحت هذا وتغسله بالماء هل يسأل عن صحة حديث من سبح الله مئة تسبيح كتبت له ألف حسن ومحيت عنه ألف سيئ ما صحة ذلك علي بارك الله فيك في حدود الطلاعي وعلمي ما عندي يعني هذا الحديث لم يمر علي بمثل هذه الصيغة بمثل هذه الصيغة لكن المعنى صحيح المعنى صحيح فمن فضل الله عز وجل على أهل الإسلام أن السيئة بحالها والحسنة بعشر أمثاله السيئة بحالها والحسنة عفوا الحسنة بعشر أمثاله يقول جل وعلا من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إلا مثلها ومن جاء بالحسنة نعم يقول جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا سيئة واحد ولذلك الآن إذا سبحت مئة تسبيحة تضربها بعشر هذه ألف حمدت الله مئة تحميدة تضربها بعشر هذه ألف ولذلك الحسنة بعشر أمثاله بارك الله أما صيغة الحديث ما يحضرني بارك الله فيك أم عبد الله من السعودية تسأل تقول بالنسبة لقول الله تعالى عن ليلة القدر السلام هي حتى مطلع الفجر تقول يعني هل المقصود بمطلع الفجر الأذان أذان الفجر ولا طلوع الشمس ولا ماذا أختيهم عبد الله بارك الله فيك بالنسبة لليلة القدر أنزل الله جل وعلا فيها سورة كاملة انت قرأت آية منها وهي قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروع فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر ولذلك هذه الليلة كلها سلام ولذلك الملائكة تنزل وتطرع في هذه الليلة ينشرون السلام ويرفعون الأعمال ولذلك اخت الفاضلة بالنسبة للفجر هو يبدأ من طلوع الفجر الذي هو الأذان أذان الفجر الذي يحرم على الصائم فيه الأكل بعدما يسمع الأذان هذا هو المعنى وليس طلوع الشمس وليس طلوع الشمس بارك الله فيك أم عبد الله تقول أحيانا أنا لما أشتغل بالطاعة والعبادة وأحرص على يعني التعبد لله يأتيني مثلا شخص يكلمني وكأنه يذكر شخص آخر فأبدأ أنا أشك أقول هل أنا اغتبت هل أنا وقعت في هالنقص عملي شيء من هذا القبيل أختم عبد الله بارك الله فيك طبعا بالنسبة للإنسان مثل ما ذكرت أنا قبل قليل يجب على المسلم أن لا يسمح للشيطان أن يتسلل إلى قلبه ونفسه وسبحان الله العظيم ما رأيت أفضل من طلب العلم الشرعي الذي يمثل درع واقي من سهام الشيطان لأن كثير من الناس الآن ربما يعبد الله ويتقرب إلى الله عز وجل فتمر عليه مسألة أو يعني معصية أو شيء فيعتقد أن عمله قد بطل وأنه خلاص انتهى وهذا سبحان الله يدل على أن الإنسان إذا ابتعد عن العلم الشرعي ممكن يتسلط عليه الشيطان ولذلك الشيطان تسلط على العباد كثيرا ما كان يتسلط على العباد ويجرفهم تجاه ما يريد نسأل الله العافية والسلام لماذا؟ لأن العابد ما عند علم ما عند علم شرعي فلذلك يصدق أي وسوس من الشيطان أو أي أمر يقذفه الشيطان في قلبه ولذلك أنا أحث جميع أخواني وأخواتي أن يطلبوا العلم الشرعي أنا لا أريد من الناس أن يكونوا كلهم علماء أنا قصدي يطلبون العلم الضروري علم العقيدة الصحيحة والتوحيد والإيمان العلم الفرائض أيضا التي أوجبها الله سبحانه وتعالى لما يعرفون لما يتعلمون هذه الأشياء تصبح عندهم ركائز لا يمكن للشيطان أبدا أن يهز إيمان الإنسان أو يزحزح يقينه أو أنه يجعل يضطرب في هذه الحياة أختي الفاضلة بارك الله فيك يعني أنت صايمة وتقرأين القرآن وتذكرين الله عز وجل وجاءت امرأة ذكرت عندك امرأة أخرى مثلا يعني هل تعتقدين بأن عملك نقص لا ما نقص هل عملك بطل ما بطل ولكن عندك أنت الآن مكلفة بشيء وهو أنك تنصحينها لله عز وجل تقولي الله سامحيني لا تذكرين أحد عندي مثلا بأسلوب طبعا لي ورفيق وفيه رحمة قولي الله سامحيني لا يروح مثلا تقولين له مثلا لا ينقص أجرك لا تخلين فلانة تأخذ من حسناتك مثلا هذا هو دورك لكن قضية لو إنسان مثلا سمع غيبة مثلا أو شيء هل يبطل عمله ما يبطل عمله ما يبطل عمله لكن يجب عليه أن ينصح ما استطاع إذا كان عندك قدرة على النصيحة وعلى التوجيه مثلا خاصة به مثل هذا الكلام قولي لها أنا أشوف أنك أنك أهديتي حسناتك لهذه المرأة حرام حسناتك اللي أنت اكتسبتيها وتعبتي من أجلها تروح لي فلانة هذا إذا كان غيبة أما إذا كان فقط إخبار يعني جاءت قالت والله ما شاء الله فلانة تخرجت هذه مو بغيبة فلانة الله مبارك ختمت القرآن ليس غيبة فلانة ما شاء الله بارة بأمها هذا ثناء وطيب أما إذا كان فعلا غيبة تنقص منها عملك على ما هو عليه لكن عندك دور شرعي وهو أن تقولي له سامحيني لا تأخذ حسناتك اتركي عنك هذا من هذا القبيل بارك الله فيك أم عبد الله تقول امرأة ناوية تذهب إلى العمراء وقدر الله تأتيها الدورة في الصباح تقول هل تؤجر على النية أختي أم عبد الله الجواب نعم الجواب نعم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة فالإنسان الذي يهم بحسنة وما عملها لمانع حال بينه وبين عمله مثل عذر المرأة الآن امرأة راغبة في العمراء وعندها يعني عازمة العاقدة العزم وعلى أن تذهب إلى العمراء وقدر الله تأتيها الدورة وما ذهبت يكتب لها حسنة كاملة وهذا فضل الله عز وجل والله ذو الفضل العظيم شاذة من العراق تقول أنا أصلي يعني يوم الجمعة الظهر في البيت لكني آتي بالسنن البعدية بعد صلاة الجمعة التي هي بعد صلاة الظهر التي هي الجمعة شاذة بارك الله فيك بالنسبة للمرأة لا تجيب عليها الجمعة ولا الجماعة وهذا من تيسير الله عز وجل على النساء فالنساء لا يجب عليهم شهود الجمعة ولا حضور الجماعة الأمر الثاني بالنسبة للمرأة يوم الجمعة في البيت تصلي الظهر تصلي الظهر في وقت الظهر وليس في وقت الأذان مثل ما يحصل الآن من بعض النساء هدان الله وإياهن يصلينا الظهر بعد الأذان الأول بعد الأذان الأول الذي في وقت الظحى يؤذن الآن أغلب البلاد الإسلامية يؤذنون في وقت الظحى قبل دخول وقت صلاة الجمعة بساعة بخمسة أربعين دقيقة بعضهم بنصف ساعة لا وإنما تصلي الظهر في وقت الظهر في كل يوم وقت الظهر الذي هو في كل يوم من أيام الأسبوع تصلي في هذا الوقت الأمر الآخر أخت الفاضل بالنسبة لك تأتيم بالسنن الراتب القبلية والبعدية لصلاة الظهر فتصلين أربع ركعات قبل الظهر تسلمين من كل ركعتين وتجيبين ركعتين بعد صلاة الظهر أو أربع إذا أحببت لأن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار فتأتيم بهذا ليس لك علاقة بصلاة الجمعة لا فرض الجمعة ولا نفل الجمعة أنت الآن تصلين الظهر فتصلين قبل الظهر أربع ركعات تسلمين من كل ركعتين هذه السنة الراتبة بعدين تصلين صلاة الظهر أربع ركعات بتشهدين المعروفة وبعدين بعد الصلاة بعد ما تذكرين الله وتتسبحين وتأتيم بالسنة التي بعد السلام تقومين فتصلي ركعتين أو أربع تسلمين من كل ركعتين بارك الله فيك whyاذا تقول أنا قديما كنت أأذن وأقيم للصلاة تقول الحمد لله الآن تركت بالنسبة لصلاة السابقة هل هي صحيحة أخت الفاضل أشهد بارك الله فيك بالنسبة للأذان والإقامة ليس هو من شروط صحة الصلاة والأذان والإقامة وإنما هذه عبادات مستقلة عبادات منفكة فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمن يعني الآن أفترض حتى لو أنت أذنت وأقمت ما لا علاقة بالصلاة فعموما لا تشغلين بالك بهذا لا تشغلين بالك بهذا فمادام تركت الآن الأذان والإقامة يعني أحسنتي الحمد لله لأن المرأة ليس عليها أذان ولا ولا إقامة فضليا محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شكرا شيخنا مرحب أخوي شيخنا عدي ثلاثة سؤال أول سؤال أنا أريد أن أخذ قرض منها بيض أي نعم القرض الثان هو فاعدة عدية ثلاثة بالمئة بعدين القرض حولوا إلى عمولات مصرفية ثمين بالمئة تقطع من المبلغ الكلي فهذا حلال له حرام أمولات مصرفية كيف عمولات مصرفية؟ يعني عمولات مصرفية أخذوها مقدما مو مثل الفاعدة يغفوها على المبلغ اللي تأخذ القرض أنت والفاعدة الثلاثة بالمئة شالوها يعني شالوها يأخذ مقدما يعني متنظف على المبلغ مقدما اثنين بالمئة يسموها عمولات مصرفية طيب السؤال الثاني محمد السؤال الثاني والدتي تقولت نائمة وقعد زواء صلاة الفجر شربت المي فاطرة والله صاهمة ما تدري يعني أخطأتي إيه ما تدري يعني صحة من النوم يعني ظنها بعدها عندنا ما مقدن إن شاء الله السؤال الثالث شيخنا نحن ننتقلنا من بيت إلى بيت فمن ننتقلت أنا يعني أموري يعني كل دهورات وضعي تغييرات يعني أكفت شي من الحسد هاي لو أنا غلطان إن شاء الله يا محمد شكرا مرحب 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 أبو سعيد دكتور سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عالك الله أطاعت إن شاء الله وإياك زاكر الله خير طال أمرك السجادة اللي فيه بعضنا فيه سفنج أنا جاء لها دية وصليت عليها فحصلنا جميع المسجد قال ما يجز أنك صلي على السجادة فيها سفنج ما أدري صحة الكلام صحة أو غلط إن شاء الله نطلب إزاك الله خير بارك الله فيك بارك مرحب مرحب السلام ومسيف عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله مرحب أخي الشيخ عندي أول سؤال أنا جارتي مرة لتخربط ورحي تهينها جارتك إيش حصل لها التخربط كيف تخربطت كيف يعني أغمي عليها يعني نعم نعم ورحي تهينها من راقي رحي تهينها ورحي تهينها بالطريق يا شيخ أذن المقرب وعني رحي تهينها على وضوء نعم ورحي بالطريق أذن فطلت بالسيارة ثلاث المقرب هل هاي ثلاث هل هاي ثلاث يعني صحيحة لا يا شيخ صليتي في السيارة نعم نعم سيارة صلاة المغرب طيب السؤال الثاني يا شيخ هاني جوجي على طول أوصي على والدت أقول لي يعني يعني خروع عليها خاف معتاجة شي خاف أنا مريضة وديها للدكتور يعني حيل أوصي عليها هو يحبها ويعبها ويتوى عليها يعني ينساها بعض الراحيان يعني يعني ملكة الشغل وهاي ينساها يعني حيل أوصي عليها لازمة بيها أقول لأ والدتك وهن لحق عليك يعني من هذا الشي يعني هم أوجر عن هذا الشي يا شيخ إن شاء الله إن شاء الله أقول لعود من الطب الجنة و Lay après يقولهم الله أعلم لا أعلم أن يتجنبت هذه مريودة الله فرضها على كل مسلم الله أكبر والشؤال الرابع يا شيخ هل يجوز التأشير بالقرآن؟ هل يجوز أيش؟ التأشير بالقرآن عفواً ما سمعتك عدل كيف؟ التأشير يا شيخ التأشير من التأشير بالقرآن بدل القرآن يعني لما تشخص يعرف يقرأي أشير بالقرآن يعني الإشارة؟ نعم نعم يا شيخ إن شاء الله مرحبا 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 طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع شهد بارك الله فيها من العراق تقول نحن أربع نسوة عزمنا على العمرة تقول يعني لما جينا لصاحب الحملة شككنا في موضوعه تقول انسحبت أنا واحدة وثنتين بقوا تقول شعرت بأن متحايل يكذب علينا شيء من هذا القبيل تقول لما انسحبنا قالوا لنا يعني واضح بأن بأن الله ما يحبكم لأنكم تركتم العمرة ما حكم ذلك اختشاذ بارك الله فيك بالنسبة لي الإنسان إذا عزم على السفر سواء كان سفر طاعة وعبادة أو سفر عادة يستخير الله سبحانه وتعالى والاستخارة أن يصلي المسلم ركعتين لله عز وجل من دون الفريضة يعني نافلة ثم يدعو الله تعالى في آخر الركعتين ويقول اللهم أنني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم و نعم إلى آخر مورد اللهم أنني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن سفري مش العمرة لا العمرة عبادة أن سفري إلى العمرة خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجل فيسره لي ويسرني له وإن كنت تعلم أن سفري للعمرة هذا سفري شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجل فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويمضي يعني روح مثلا و إن يسر الله ف الحمد لله و إن لم يسر الله ف الحمد لله لأن الله أراد بالعبد خيون الأمر الآخر مادام أنه ظهرت علامات على الرجل بأنه متحايل و ممكن أن يسرق أموالكم أو أنه ينصب عليكم مثلا كما يقولون فلكم الحق الكامل بأن لا تذهب و لعل في رجوعك أنت و زميلتك خير لأنكم الآن تريدون الذهاب من دون محرم النبي عليه الصلاة و السلام يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم و أيضا النبي عليه الصلاة و السلام قال لا يحل الامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم إلا مع ذي محرم فلعل هذا خير لك يا أخت الفاضل أما أقول بأن الله ما يحبك هذا كلام مردود و هذا يعني افتراع على الله عز وجل لأن الأمور هذه من الغيب الله عز وجل بيده الغيب سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فكم من إنسان ذهب إلى الحج والعمرة والله عز وجل يمقته وكم من إنسان بقي في بيته ولم يذهب والله يحبه فالتألي على الله بهذه الطريقة هذا غلط يعني يمكن صويحباتك متأثرات كونكم أنتم تراجعتم وكذا ويحبون أنكم ترحون معهم فقالوا هذا الكلام وإلا هذا الكلام خطير لا يجوز إنسان يحكم على الآخرين بأن الله يحب أو لا يحب إلا بدليل شرعي في نصوص في القرآن أن الله لا يحب القوم الكافرين مثلا صحيح لا يحب القوم الكافرين لكن أما أني أقول والله الله عز وجل ما يحب فلانا ويحب فلانا لا هذا تألي على الله بارك الله فيك محمد من عراق يقول أنا أريد أخذ قرض لبناء البيت القرض كان يعني يعطى بفائدة ثلاثة بالمية وبعدين تحول إلى عمولات مصرفية يأخذون ثنين بالمية في أول القرض ما حكم ذلك محمد بارك الله فيك طبعا القرض على نوعين قرض حسن هذا ليس فيه أي فوائد وقرض تجاري أو ربوي وهذا فيه فوائد القرض الحسن إذا كان فيه إجراءات ما يسمى بالرسوم رسوم الإدارية مثلا هذا ما في بأس بشرط أن تكون مناسبة لعملية القرض يعني ما تكون طبعا مبالغ فيها أو أنها ما تكون يعني موضوعة على نسبة القرض يعني صعودا أو نزولا وإنما توضع نسبة يعني سواء اقترت مليون ولا اقترت مئة ألف هذه نسبة اسمها نسبة إدارية نسبة إدارية أخذها المصرف أما إذا كان هناك فائدة الفائدة محرمة كما ذكرت أنت في الصورة الأولى هذا ربا ولا عدو بالله ولا يجوز بالنسبة للعملات المصرفية إذا والله 2% هذه أصلا مرتبطة بالقرض صعودا ونزولا لا هذا ما يجوز يعني والله 2% على القرض الذي مليون يأخذون مثلا مبلغ وعلى المئة ألف يأخذون مبلغ يربطون العمولة بقيمة المبلغ هذا لا يجوز هذا نوع من أنواع الرابعة أما إذا كانت العمولة هذه أو ما يسمى بالرسوم الإدارية رسوم الخدمات هذه ثابتة يعني مثلا عشرة آلاف ولا خمسة آلاف هذه ما فيها الشيء لأن هذه طبيعي لأن المصرف عنده موظفين وعنده أجهزة وعنده أمور استهلاكية وشيء من هذا القبيل بارك الله فيك محمد يقول الوالدتي كانت نائمة وجلست وشربت الماء وتبين لها بأن الأذان قد أذن ما حكم ذلك محمد بارك الله فيك إذا كانت الوالدة يعني متساهلة متهاونة قالت أريد أن أشرب وبعدين أشوف تقضي هذا اليوم أما إذا كانت لا هي قامت معتقدة بأن الليل ما زال باقياً وأن المؤذن لم يؤذن بعد فشربت الماء وتفاجأت وإذا بالمؤذن قد أذن أو المسجد يصلون معلها شيء ولله الحمد والمنة لأن الأصل بقاء الليل والله تعالى يقول ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت كما في الحديث القدسي وليقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسان وما استكره عليه فقل للوالدة هل الوالدة متساهلة يعني قالت أنا خليني أشرب مثل بعض الناس يقول أشرب وبعدين أشوف الساعة لا هذا هذا تساهل وتهاون وتفريط يقضي أما إذا قالت لا اعتقدت بأن الليل باقي وأن الأذى لم يؤذن فشربت ثم تفاجأت وهذا هو الغالب على الناس ولله الحمد لحرصهم على الصيام يحرصون هذا غالب الناس ولله الحمد يحرصون ويحتاطون لصومهم مع عليها شيء ولله الحمد والمن محمد بن العراق يقول انتقلنا إلى بيت جديد يقول من بعد ما انتقلنا أمور تدهورة وشيء من هذا القبيل يقول هل هذا علامة حساد هل في شيء محمد بارك الله فيك بيت ضيق إلى بيت واسع هذه نعمة من نعم الله عز وجل إذا انتقل من بيت قديم إلى بيت جديد هذه نعمة من نعم الله عز وجل ولذلك مثل ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إلى أن سعادة المرأة في ثلاثة وذكر منها البيت الواسع البيت الواسع قضية أن الإنسان يربط تدهور حالة الاقتصادية حالة الصحية بالانتقال وكذا ما أعتقد أن هذا له يعني أن هذا هو السبب ولذلك الإنسان يفتش عن نفسه نعم قد يكون عين مثلا قد يكون عين مثلا يصاب أهل البيت بعين أو أحد أفراد البيت بعين يصابون بحسد مثلا مثلا لكن ما الواجب على الإنسان الإنسان يجب عليه أن يعمر بيته بطاعة الله عز وجل وبذكر الله فإن الشيطان لا يقرب البيوت العامرة بذكر الله وإنما يقرب البيوت الخالية من ذكر الله الذي ينتشر فيها ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الملائكة لا تدخل البيت في كلب أو صورة وإذا خرجت الملائكة من البيوت يعقب البيت من؟ الشياطي ولذلك الإنسان يعني يحرص على أن يكون بيته مطمئنا وطمأنينة البيت تكون بذكر الله وبالتسمية على الأكل على الشرب حتى عند دخول الخلاء يسمع القرآن في البيت يبعد عن الأشياء التي لا يحبها الله ولا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمارس الإنسان حياته بشكل طبيعي وقد يكون هناك أسباب ليس لها علاقة بهذا أسباب خارجية فأنت عليك بالحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء وكثرة ذكر الله عز وجل وأكثر من الصدقة يا محمد الصدقة فيها فضل كبير وهي بإذن الله جل وعلا سبب من أسباب دفع الشر الواقع والمتوقع حتى في المستقبل الإنسان معرض في هذه الحياة فأكثر من الصدقة ولو بالقليل لا يقول أن أحد أنا ما عندي شيء لا تصدق ولو بدرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بالشق تمرة نصف تمرة فالإنسان يستطيع درهم وعشر دراهم ويستطيع دينار ومئة دينار و ألف دينار و دولار و ربية و ليرة و جنيه و ريال يتصدق يتصدق لا يقول هذا هذا قليل فالقليل عند الله كثير إذا كان بنية خالصة صالح ولذلك الله عز وجل يربي هذه الصدقة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما يربي أحدكم فلوة تصبح الدرهم هذا كأنه جبل فقصدي بأن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدق تصدق بر والدك والديك حاول قدر المستطاع أن يكون لك نفع متعدي يعني و سبحان الله ستجد بأن هذه الأمور تذهب عنك بحول الله شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا شكى ضيق في صدره وحش في صدره فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعم المسكين و أمسح رأس اليتين شوف لاحظ النفع المتعدي هذا أطعم المسكين و أمسح رأس اليتين و ذهب الرجل يطعم المساكن و يمسح رؤوس الأيتام فشفاه الله عز وجل أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك و الأيام هذه يا محمد أيام زاكيات فاضل نحن الآن في آخر الشهر آخر شهر رمضان الآن الأيام العشر هذه خلاصة شهر رمضان اللي فاتها يعني العمل الصالة في العشرين هذه فرصة الآن و أكثر من الدعاء أكثر من الدعاء و قم الليل و اقرأ القرآن ستجد أثر هذا في نفسك بحول الله أبو سعيد من أبوظبي يقول جتني سجادة هدية من إسفنج فيها إسفنج قالوا لي ما يجب تصلي عليه أبو سعيد بارك الله فيك أولا بالنسبة للمصلي إذا صلى يجب عليه إذا سجد أن يسجد على سبعة أعضاء و أن يمكن أعضاءه من الأرض و ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم و أشار بيده إلى الجبهة و الأنف و إلى الكفين و الركبتين و القدمين و بالنسبة للمصلي إذا مكن أعضاءه السبعة من الأرض صحت صلاته أما إذا كان مكن بعض أعضائه دون بعض فإن صلاته لا تصح يأتي بعد هذا التقرير الجواب على سؤالك هل هذه السجادة التي أهديت إليك إذا سجدت عليها مثلا تستطيع أن تتمكن من الأرض بحيث أنه لا تكون إيديك مرتفعة ولا جبهتك مرتفعة يعني تكبس عليها إذا قلت لي نعم نعم يجوز يجوز تصلي حتى على الفراش الفراش الآن السفنج هذا الغليل يجوز تصلي عليه ما دام أنك إذا سجدت مكنت أعضائك من الشيء الذي سجدت عليه سواء كان على الأرض على السجادة على الفراش على السفنج على شيء أهم شيء يكون تكبس بجبهتك و بأعضائك على الأرض والغالب يا أخي أبو سعيد إذا السجادة التي في بالي أنا التي هي مرتفعة يعني استخدمها بعض الناس الذين يعانون مشاكل صحية هذه في الغالب يكبس الإنسان فيها أعضائه عليها ولله الحمد و ما تتحرك يعني إذا وضعت جبهتك على السجادة تشعر بأنك كبست جبهتك عليه ما ارتفعت الجبهة فما فيها شيء ولله الحمد والمن أما إذا كان والله سجاد مرتفع و ما تستطيع أنك تكبس وتشعر بأنك يعني رأسك مرتفع أو يديك مثلا لا تجتنب هذه لكن في الغالب بأن هذا في الغالب أن المصلين أن المصلي إذا صلى على مثل هذه هذا النوع من السجاد أنه يكون تكون صلاةه صحيحة ولله الحمد والمن أم سيف من العراق تقول جارتي أغمي عليها و ذهبت معاها إلى المستشفى في الطريق أذن المؤذن تقول صليت أنا المغرب في السيارة ما حكم صلاتي أم سيف بارك الله فيك لماذا صليتي المغرب في السيارة إذا قلت والله المسافة طويلة و إذا ما صليت بيخرج علي وقت صلاة المغرب و إحنا ما وصلنا و لا يمكن أبدا أن نقف في الطريق لأن المرأة مغمع عليها ما عليك شيء ولله الحمد و أحسنتي و بعض العلماء يقول صلاتها صحيحة لكن تعيدها إذا تمكنت و صلتها على الأرض هذا قول لبعض العلماء الأمر الثاني إذا قلت لي لا والله أنا اجتهت فقط في وقت و ممكن أصل المستشفى و يبقى وقت من صلاة المغرب أستطيع أني أصلي هناك فتعيدين الصلاة بارك الله فيك أم سيف تقول أنا يعني دائما أوصي زوجي بأنه يطيع أمه و يحب أمه عفوا يعني أوصيه بأنه دائما يشوف أمه يوديها يسأل عنها و شيء تقول هو رجل يحب والدته و يعزها تقول هل أنا أؤجر على هذا أم سيف بارك الله فيك و كثر الله من أمثالك و الله مثل هذا الكلام الإنسان يفرح لما يسمعه خاصة و للأسف الشديد هناك تكريس لمفهوم العداوة بين زوجة الإبن و أم الزوج يعني فيه يعني محاولة رسم صورة قاتمة و زرع و تكريس مفهوم مغلوط في الواقع أن المرأة و الأم مع حماتها دائما في صراع و في حرب و فيه يعني عدم وفاق و هذا غير صحيح الغالبية الساحقة و لله الحمد من الناس أن بينهم تآلف و ترابط يمكن ما يظهر إلا الشيء الشاذ الشيء المخالف يعني هكذا و لذلك أخت الفاضل كثر الله أمثالك و جميل و الله أن كل إمرأة توصي زوجها بذلك لأن المسائل هي ستمر بهذه المرحلة و ستمر بهذه الحالة و ربما تحتاج في فترة زمنية في فترة عمر متأخرة إلى من؟ إلى مثل هذا الأمر أن زوجة ابنها تنصح ابنها بأن يهتم بوالدك و لذلك أبشري بخير أنت على أجر و ثواب و لا شك بأن هذا دليل على تربية طيبة و صالحة من بيتك و أمك و و والدك و تؤجرين خاصة حينما تقولين هذا على الهواء مباشرة حتى يسمع كثير من النساء إلا إيه يمكن يغفلنا ما يقصدنا غفلة ما عمر بعض النساء قالت لزوجها أنت رحت لأمك اليوم بعض النساء ما عمرها سألت زوجها كيف حال والدك اليوم مثلا بشرني عن والدك اليوم شفتها و إلا لا إذا قال لا تقول لا روح روح الوالدتك اذهب و سلم عليها و شوفوش تحتاج لعل تحتاج مستشفى تحتاج أغراض تحتاج شيء من هذا القبيل فهذا شيء طيب بارك الله فيك و رضي عنك يلا المخرج يقول خلاص نحن أزف الوقت أم سيف تقول يعني زوجي يشتغل في مكان و معمل و عنده عمال يعني ما يصلون للأسف ينصحهم تقول يقولوا إذا دخلت للجنة خذنا معك أم سيف بارك الله فيك أولا زوجك يشكر و يؤجر على هذا هذه الدعوة و هذا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هذا شأن المسلم قال تعالى و المؤمنون و المؤمنات و بعضهم أولياء و بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و الحمد لله الله عز وجل لم يجعل الهداية بيد الناس جعل الهداية بيده و لذلك الناس بأيديهم هداية الدلالة أما هداية التوفيق فبيد الله و لذلك زوجك يتاجر مع الله عز وجل مع هؤلاء العمال و يكسب حسنات و أجر عظيم و يضحكهم و استهزاؤهم و سخريتهم لا تضره فما ظر تنوح عليه السلام لما ظحك منه قومه ما ظر إبراهيم ما ظر محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك يستمر لكن بلطف و رفق و لين يقول والله أنا أريد لكم الخير أنا أحب لكم الخير أنا أخشى عليكم من غضب الله و عذاب الله فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولكم أمسيف سؤالك الأخير باختصار لأن الوقت انتهى لا هذا ما يصبح الإشارة على القرآن القراءة بالإشارة هذه ليست قراءة هذه إشارة مجرد إشارة و أنا سبق أني نبهت على هذا في جواب مطول في حلقات سابقة ألتقيكم غدا على خير بحول الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا اشتركوا في القناة